ما عرض علينا اليوم يعبر عن منهجية علمية مبنية على خبرة طويلة رأينا الآن معالمها وبالمناسبة أن تتزامن كوارث وأزمات ومخاطر مع بعضها البعض في منطقتنا مبرر وليس فيه مغالاة إذا كان واحد يتطلع ويقول معقول كل هذه الأمور تصير مع بعض في منطقتنا وفي العالم هذه الأيام الحمد لله نحن دولة قوية بكل معنى الكلمة وأثبتنا ذلك بقيادة وتوجيهات سيدنا بأن نعمل معا كفريق واحد نعم أثبتنا أننا نستطيع وهذه الكوارث وهذه المخاطر لن ننجح في التغلب عليها إلا إذا عملنا بروحية وآليات عمل الفريق الواحد إذا كل واحد اشتغل على رأسه من الآن منعرف لن ننجح والمركز عمل دراسات على حاكمية إدارة الأزمات في العالم والحمد لله أثبتنا أن الحاكمية التي تتطلب العمل بالفريق وهذه توجيهات سيدنا بأن نعمل معا هذا هو ما يحصل على أرض الواقع دائما نسعى إلى الأفضل وإلى التحسين وإلى التطوير وهذا ما نسعى إليه اليوم ما ميزنا بالستة أو سبعة أشهر الأخيرة هو الاستجاب السريعة الاستجاب السريعة جدا لهذا الوباء وتمكننا من الاستجاب السريعة لماذا؟ لأننا تمكننا كفريق من اتخاذ إجراءات لم نكن حتى نكون صريحين على ثقة مئة بالمئة من أنه كلها نحن أمام جائحة جديدة المعالم ولكن كنا مستعدين للبدء بالتنفيذ والقدرة على التعلم والتصحيح وتعديل كل إجراءاتنا على أرض الواقع وهنا الفرق الهائل بين دراسات وأدلة عمل ورقية نطلع فيها بالوزرات وبالأجهزة وبالكذا وبين التمرين وهنا يعني الشكر الموصول لقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية وكل الوزرات اللي تعاونت في وضع هذه الأدلة وأصبح الآن الوقت المناسب لعمل تدريب على أرض الواقع يعكس ما فاتنا لأنه رح نجد بالتدريب أكيد رح نجد أنه هناك فجوات هناك عدم وضوح في الصلاحيات وقد يكون هناك تضارب في بعض الصلاحيات على أرض الواقع لما الأزمة تبتيجي هذا هو التمرين اللي رح يمكننا أن نصحح وأن نكمل وأن نغلق أي فجوات موجودة وأن نوضح أي تضارب بادي في هذه العلاقة فما نتطلع إليه وهذه بداية ما نتطلع إليه هو خطة عمل لكل كارثة وكل خطر وكل أزمة نجابهها بما فيها تخزين المواد الخطرة فبدنا خطة عمل لكل واحدة من هذه المخاطر كنا نتحدث مخاطر طبيعية زلازل وفيضانات أو أوبئة أو إرهاب أو حدودنا الخارجية ويصير فيه دمج لهذه المخاطر مع بعضها البعض وتمرين على أرض الواقع اللي موظفي الوزارات موظفي الداخلية الحكام الإداريين رؤس البلديات يصير فيه عندهم بالنهاية مانيول دليل إرشادي كل واحد المانيول تبعه يعرف هو إذا صارت الشغلة شو أول عشر خطوات مفروض يعمله هذا الشيء المثالي اللي في دولتنا القوية بقيادتنا الملهمة وبشركائنا في القطاع الخاص والمواطنين المجتمع المدني إن شاء الله نكون مستعدين لسرعة الاستجابة مع أي سيناريو وأي خطر يواجهنا في المستقبل فالشكر الموصول لكم جميعا على هذا الجهد نتطلع إلى نتائج التمرين لأنه التمرين هو المهم وهو بيت القصيد وما ينتج عنه من توصيات للعمل ويليه تمرين آخر ربما بنفس الفرضيات أو بفرضيات مختلفة حتى نكون دائما على أعلى وجه الاستعداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر